اجرى موقع الفن لقاء مع الفنان ادم بالبروفا اللي عمله استعدادا لحفلته يوم الاحد من تنظيم متعادية لحفلات حسين كسيرة وطارق علاء وبداية حديثنا حكينا عن الحفل اللي بيجمعه مع الفنانين جورج والصوف ورحمة رياض انا كتير مبسوط وكبران قلبي ومبسوط انه استاذ حسين واستاذ طارق فاتوا معنا بقلب قوي لانه نحن عصرينا نعمل هايدي الحفلة كرمال نفرج العالم الحفلة sold out الحمد لله كرمال نفرج العالم العربي كله انه نحن عنا كمان هيك حفلات بظل هيك اوضاع مش بس برا يعني خمسة الاف شخص يعني شي كتير رائع بيكبروا لقلبنا يعني لو ما هني ما كانت الحفلة اصلا عارف علاقتك كتير منيحة وحلوة مع النجم ابو وديع جورج والصوف يوم شو بتوجه له رسالة هاي ده منه نجم هاي ده كوكب كوكب لحاله شو بدي وجه له رسالة عبه كتير وخلص انا بحكي بين وبين ومسلم عليها ادم في غنية كتير حلوة لإلك اسمه قرار صعب شو أصعب قرار اخدته بحيضا اني عملت هالمعابلات معاكم اي بالعكس ما في عطول فيه قرارات بتاخد يعني صعبة هلأ اخر قرار اخدته انه بدنا نعمل حفلة رائعة جدا 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 كسر فيها لبنان اول شي شكرا لكم ولموقعكم شكرا لكم على هالمتابعة اول شي اللي بأول قلب هو هالجمهور الكبير اللي قلب النجوم وقلب الشركة المنظمة TMG وGMH لحتى يكفوا بهذا الحبل هذا الجمهور اللي اليام صراحة انه تخطنا الخمسة تلاف اليوم فكانوا عم يخبرونا بالتيم السيلز انه شي بيكبر القلب هذا لبنان هوا اللبنانية هذا الجمهور اللبناني اللي دايما هو الداعم لكل النجوم ولكل المتعهدين نتمنى انه هادي الحفلة اللي كان من حظي الحلو انه هاي الكمبينيشن تركب بين سلطان الطرب جور الوصوف والنجم آدم والنجم الرح مرياض هادي الكمبينيشن الخطيرة اللي اعطتني الفرصة انه يكون اليوم انا وشركتي عم ننظمة صراحة كيل مقصود انه كملة هذه الحفلة كيل مقصود انه قائمة بعدها بظل هذه الظروف اللي احنا موجودين فيها وهي هذه الحفلة مع هدا الجمهور مع هوا الفنانين رسالة كتير كبيرة للعالم العربي رسالة لكل العالم حتى طبعا هادي الحفلة استدعلي هادي رسالة للعالم العربي والعالم كلهم انه لبنان تحت كل الظروف ولبنان جمهور وشعبه محب للحياة وموجود ورسالة كمان حابين نوجهها نستغل الفرصة للكيان الغاصب الاسرائيلي اللي واقف على اجره وربع هالمرة انه نحنا واقفين على اجران اتنان انتوا بالملاجئ ونحنا بالفورم دي بيروت انتوا قاعدين هلا محاصرين بالخوفكن ورعبكن ونحنا عم ننشر الفرح والمحبة هدا الفضل كله للشعب اللبناني لأهل الجنوب والبقاع وبيروت وشمال وكل المناطق اللبنانية والفضل لهالمقاومين الابطال بالاختلاف الايديولوجي بين انا شو بيشتغل وهن شو بيعملوا اكيد بس ما فيه يقول لك وقول للشعب اللبناني كله يتو للعالم كله يتو نحنا بفضل هالابطال نحنا اليوم مكفين هن صهرانين ونحنا صهرانين كل واحد بأكيد بطريقته ومنهجيته وشغله بس نحنا بفضلهم نحنا عايشين ومكملين ونحن ننطر الفرح وما فيه حدا لا بإسرائيل ولا بالعالم كله حيخوفنا وحن نظل مكفين صراحة عن جد نحنا قلبنا قوي بظل هالظروف الصعبة اللي عميرو فيها يعني لبنان وخاصة الظروف الامنية نحنا رتقينا انه لأ نحنا لازم نقل صورة شعب يعني صمودنا كلبنانيين وشعب يحب الحياة واصرينا انه نقوم بهذه الحفلة وان شاء الله تكون على قد الأمال ونقل الصورة متميزة لما عرفت كيفية الأخبار الفنية زوروا موقعنا الفان دوت كوم وما تنسوا تشتركوا بقناتنا على اليوتيوب ليوصلكم كل جديد ترجمة نانسي قنقر